و هي بنروحنا و كابتن شطة دائما بنحاول بقدر الإمكان نبص على الأكاديمات كلها بنبص على اللعبة المميزة عشان نطلع لعبة مميزة لقطاع الناشئين يعني ده هدفنا نحن لعبة كويسة نطلع لقطاع الناشئين في النادي الآلي وبنستثمر الأكاديمية في حاجات كتير أو في أهداف كتير أو يعني من ضمن الأهداف زي مرتبط بنطلع لعبة لقطاع الناشئين بالنادي الآلي بالبراعي بقى والقطاعات و كم يعني الحمد لله و بيجي كابتن بدر رجب برضو بيوعد معنا و الحمد لله بنلف الأكاديمات كلها سواء هنا في مصر أو في القاهرة أو سواء خارج القاهرة و ده كل ممكن برعاة الكابتن شطة برضو للرئيس الأكاديمية و أنا معه مدير فني و الحمد لله يعني بنحاول بقدر الإمكان أن دائما أولياء الأمور لأولاد الصغارين بيجوا بيجوا عشان يتفرجوا على أولادهم دائما فيه ساقف الكابتن شطة و كابتن فتح مبروك الحمد لله الحمد لله الأكاديميات بقى أكاديمية القاهرة فيها فروا مختلفة وأكاديمية المحافظات المحافظات عندنا أكاديمية القاهرة يمكن فيه تجمع فيه مركز شباب الجزيرة مركز شباب الجزيرة عندنا في زايد عندنا كتير حيطة عندنا في التجمع عندنا في القاهرة كتير قوي 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 يعني أكاديميات كويسة والناس أولياء الأمور تحس أنهم مبسوطين جداً وولادهم سعاداء جداً أنهم في أكريمات النادي الآلي إن النادي الآلي اسم كبير دائماً الولاد بيعندها طموح وعندها إقراضة قوية إنه هو يمثل النادي الآلي فالنهاردة أولياء الأمور بتيجي ببقى النهاردة مبسوطة جداً إنه أولادهم في أكريمات النادي الآلي وانا لما أكون ولية أمر بودي ابني يتعلم الكورة ولسه عنده الموهبة وعلي بقى قدامك كابتن شطة والكابتن بدر رجب والكابتن فتح ببروك العتولة والأزام الكبيرة في الكورة أكيد عبقى مبسوط يعني والله يبقى إحنا عندنا كمان مجموعة مدربين مميزين مجموعة مدربين إحنا بنشرف عليهم بحاولت بقدر الإمكان أنا وكابتن شطة يمكن وكابتن بدر الحاجة السلبية بنشوفها بنحاول بقدر الإمكان نقول للمدير الفني أو المدرب اللي هو مسؤول والولاد بيبقف ومنتهى السعادة أنت برضو خلي بالك المدربين كلهم يديهم تعليمات أنه هو يوجي الولد يوجيه ببساطة كده الولاد صغير لسه يتعلم التكنيك وبيعلم الباسنج والجريبلينج والشوتنج والحاجات دي كلها فالحمد لله يمكن أولياء الأمور فيه ثقة كبيرة قوي في الكابتن شطة وكابتن فتح مبروك وكابتن بدر لو طبعا مسؤول فني في القطاع الناشئين وبيجي بتفرج على أساس أن لو لعيب عجبته في الأكاديمية بين طبعا مسؤول عن قطاع الناشئين كابتن فتح مبروك أصعب مرحلة بالنسبة لك الفريل أول وإمكانك ناشئين primeiro وربرا اكاديميات لا بص كل مرحلة لها ظروف يعني برضو الفريل أول يمسيق الفريل أول لا بيتبقى صعب انه دائما دائما مطالب ببطولة يعني دائما دائما بتمسك الفريل أول مطالب ببطولة والحمد لله أنا برضو مسيقة الفريل أول وخط بطولات والحمد لله برضو كتاعة الناشئين كتاعة الناشئين انت دلوقتي مسؤولة عن كتاعة الناشئين فالنهاردة عندك فرق كتير جدا مطالب ان الفرق اللي عندك دي تاخد بطولات فالحمد لله برضو مدير كتاعة الناشئين خدت بطولات كتير قوي الأكاديمات بنلعب بتلعب بطولة أكاديميات ولكن ما بتوقعش النهاردة الهدف بتاخد بطولة الهدف النهاردة بتجمع أكاديميات مختلفة من الاندي المختلفة بتلعب بطولات مع النادي الآلي ودي بتعمل في حد ذاتها أن أكديمية النادي الأهل الحمد لله يعني قائمة بذاتها والناد كلها بسعيدة أن هي تيجي حتى تعمل مقابلات مع النادي الأهل في الأكديمية